انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة أم الحويطات الصحية التابعة لإدارة سفادة بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم هذه القافلة جميع التخصصات الطبية وخلال اليوم الأول للقافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 278 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 57 فحصا معمليا بالإضافة إلى 52 كشفا مبكرا عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر القوافلة العلاجية النهاردة بتقدم خدمة متكاملة من كشف مجاني يشمل أكثر من خمس تخصصات وصيدلية متكاملة فيها أكثر من 120 صنف مع معمل يشمل كافة التحليل مع جهاز أشعة لعمل الأشعة اللازمة المطلوبة وده خدمة أهالينا فقال يتم الحوايطات بيتم تعديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالكامل مجانا يمكن من الأهداف القوافلة العلاجية هي خدمة المناطق النائية والمحرومة جئت القوافلة جئت أكثر على الصدر الحمد لله يعني والقوافلة الحمد لله تمام ونشكل قايمين عليه